بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أرحب بكم في هذا اللقاء للحديث عن موضوع طبوغرافية قيعان البحار والمحيطات تستعمل الطاقة الصوتية حاليا لقياس أعماق المياه وذلك باستعمال السونار وقد كانت الأجهزة الأولى التي استعملت الصوت في قياس عمق المياه هي ما يسمى مسبارات الصدى التي تم تطويرها في أوائل القرن العشرين وتعمل مسبارات الصدى على حمل الموجة الصوتية داخل الماء لإنتاج الصدى ينعكس على أي جسم مثل كائن حي بحري كبير أو قاع المحيط يسجل جهاز الاستقبال الحساس الصدى المنعكس وكذلك يحتوي على ساعة تضبط الزمن الذي تستغرقه رحلة الموجة الصوتية لأجزاء من الثانية ويمكن حساب العمق عن طريق معرفة سرعة الموجات الصوتية في الماء وهي حوالي 1500 متر في الثانية تقريبا والزمن المطلوب الذي تستغرقه الموجة كي تصل إلى قاع المحيط وتعود وترسم الأعماق التي تم تحديدها ومن خلال الرصد المتواصل لتلك الأصداء نحصل على معلومات حول قاع البحر والمحيط وفي النهاية ننجز رسما تخطيطيا لقاع البحار والمحيطات عن طريق جمع المعلومات المتواصلة لتجارب عديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عملت القوات البحرية الأمريكية على تطوير سونار المسح الجانبي للبحث عن العبوات الناسفة التي تواجدت في ممرات النقل البحري يمكن لهذه الآلات التي يشبه شكلها التوربيد أن تسحب خلف السفن حيث ترسل أصوات تمتد لكل من جانبي مسار السفينة ومع المحيطات عن طريق الجمع بين مساحات من بيانات سونار المسح الجانبي على إنتاج أول صور لقاع البحار تشبه الصور الضوئية وعلى الرقم من أن سونار المسح الجانبي يزودنا بمشاهد قيمة لقيعان البحار والمحيطات إلى أنه لا يوفر بيانات حول قياس الأعماق ومع بداية التسعينات تم التغلب على العبائق السابقة باستعمال الآلات المتعددة الشعاع والعالية التحكم وتستعمل هذه الأنظمة مصادر صوت محمولة ترسل حزماً صوتية ثم تسجل إنعكاساً عن قاع البحار من خلال مجموعة من الأجهزة الإرسال الدقيقة التركيز والموجهة إلى زوايا مختلفة وتسمح هذه التقنية لسفينة المسح أن ترسم خرائط خرائط لرقعة من قيعان البحار والمحيطات يصل عرضها لعشرات الكيلومترات وذلك بدلاً من الحصول على عمق نقطة بعد نقطة كل عدة ثواني وبالإضافة إلى ذلك تعمل هذه الأنظمة على جمع بيانات قياس الأعماق بتحكم يمكنه تمييز الأعماق التي تختلف بعضها عن بعض بنسبة تصل إلى أقل من متر واحد عندما يتم استعمال السونار المتعدد الشعاع لرسم خرائط لمقاطع من قيعان البحار والمحيطات فإن السفينة تسافر بانتظام بطريقة الذهاب والإياب وهي الطريقة المعروفة بإسم حصد المرج وعلى الرغم من كفاءتها العالية وتفاصيلها المعززة إلى أن سفن البحث المزودة بسونار متعدد الشعاع تبحر من عشرة إلى عشرين كيلو متراً في الساعة وبناء عليه تحتاج إلى مئة سفينة مزودة بمثل هذه المعدات لمئات السنين لرسم خرائط لقاع البحر كاملاً وهذا الأمر يفسر سبب رسم خرائط تفصيلية لـ 5% تقريباً من قيعان البحار والمحيطات ولماذا لم تنفذ رسم خرائط لمناطق كبيرة من قيعان البحار والمحيطات عن طريق السونار